فصل مساكن الجن غالبا ما توجد الجن في مواضع النجاسات كالحشوش والمزابل والحمامات ولذا نهي عن الصلاة في الحمام وأعطاف الإبل ونحو ذلك لأنها مأوى الشياطين وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قوله محتضرة أن يحضرها الجن فإذا قال المختلي الدعاء احتجب عن أبصارهم فلا يرون عورته وأخرج ابن السني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث زاد سعيد بن منصور في أوله بسم الله وأخرج أبو بكر بن داود في كتاب الوسوسة عن إبراهيم قال لا تبل في فم البالوعة لأنه إذا عرض منه شيء كان أشد في علاجه وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في كتاب العظمة وأبو نعيم في الدلائل عن بلال بن الحارث قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فخرج لحاجته فأتيته بإداوة فسمعت عنده خصومة رجال ولغطا لم أسمع مثلها فجاء فقلت يا رسول الله قد سمعت عندك خصومة رجال ولغطا ما سمعت أحد من ألسنتهم قال اختصم عندي الجن المسلمون والجن المشركون فسألوني أن أسكنهم فأسكنت الجن المسلمين الجلسة وأسكنت الجن المشركين الغور قلت وما الجلس وما الغور قال الجلس القرى والجبال والغور ما بين الجبال والبحار وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار لا تخرج يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار السحر وتسعة أعشار الجن وبها الداء العضال قلت أي السيوط أخرج الديلمي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من ديل الغمر من بيوتكم فإنه مبيت الخبيث ومجلسه أخرج ابن السني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بن آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو وأخرج أبو داود من طريق قتاده عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قالوا لقتاده ماذا قيل في البول في الجحر قال كان يقال إنها مساكن الجن وأخرج الدولابي في المكنة عن أبي سعيد قال رأيت حسنا وحسينا مستنقعين وعليهما بردتان لهما فأعظمت ذلك لحال البردتين فقالا يا أبا سعيد أما علمت أن للماء سكان وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي جعفل محمد بن علي أن حسنا وحسينا دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا إن في الماء أو إن للماء سكان وقال أبو نعمى في الشرح قيل إن الماء بالليل للجن فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفا من آفة تصيب من جهتهم وأخرج بن عادي في الكامل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتغوط الرجل في القرع من الأرض قيل وما القرع قال أن يأتي أحدكم الأرض فيها النبات كأنما قمت مكانه فتلك مساكن إخوانكم من الجن قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود القرع بفتح القاف والراء وبالعين المهملة هو البياض المتخلل بين الزرع كالقرع في الرأس وفي الكناية لابن الرفعة قال الأصحاب يستحب أن لا يدخل الخلاء حاسر الرأس حتى إذا لم يجد شيئا فليلقي كمه عليه تخوفا من الجن انتهى فصل ذكر تكليفهم قال ابن عبد البر الجن عند الجماعة مخاطبون مكلفون لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ولقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الرازي في تفسيره اتفق الكل على أن الجن كلهم مكلفون وقال القاضي عبد الجبار لا نعلم خلافا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون قلت أي السيوطي قال العلامة عز الدين بن جماعة في شرح بدء الأماني المكلفون على ثلاثة أقسام قسم كلف من أول الفطرة قطعا وهم الملائكة وآدم وحواء وقسم لم يكلف من أول الفطرة قطعا وهم أولاد آدم وقسم فيهم نزاع والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجاعا فصل هل كان من الجن نبي أو رسول جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأبي عبيد قلت أي السيوطي أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم قال ليس في الجن رسل إنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن وقرأ فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله رسل منكم قال رسل الرسل وقرأ ولوا إلى قومهم منذرين انتهى وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه سئل عن الجن هل كان منهم من نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمع إلى قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني بذلك أن رسلا من الإنس ورسلا من الجن فقالوا بلى قال ابن جريج وأما الذين قالوا بقول الضحاك فإنهم قالوا إن الله تعالى أخبر أن من الجن رسلا أرسل إليهم قالوا ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى رسل الإنس لجاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن قالوا وفي فساد هذا المعنى ما يدل على أن الخبرين جميعا بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله لأنه هو المعروف في الخطاب دون غيره وقال ابن حزم لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس ألبته قبل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه آخر المرسلين بإجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة قال وباليقين ندري أنهم قد أنذروا وأفصح أنهم جاءهم أنبياء منهم في قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم قال المؤلف ويدل على ما قاله الضحاك ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم أصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن قال سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وتأولها الجمهور على أنهم قوم من الجن ليسوا رسلا عن الله ولكن بعثهم الله في الأرض فسمعوا كلام رسل الله الذين هم من بني آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذرهم قلت أي السيوطي قال السبكي في فتاويه وقال الكلبي وحكاه الزمخشري كانت الرسل قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام يبعثون إلى الإنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس قال وليس في هذا موافقة للضحاك في أن رسل الجن منهم بل مراده أن الرسل التي تبعث للإنس يخاطبونهم خاصة ولا يخاطبون الجن كما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إليهم ولكنهم يسمعون منهم أو من بعض المؤمنين عنهم ومن ثم العمل بما سمعوه يبين ذلك أن الواحدي نقل عن الكلبي في جملة القائلين إنما كانت من بني آدم وقال في قوله ألم يأتكم رسل منكم قال جماعة الرسل كانت من الإنس ولكن الله كان يبعث قوما من الجن ليسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن بما سمعوه ثم قال السبكي ولا شك أن الجن مكلفون في الأمم الماضية كما هم مكلفون في هذه الملة والتكليف إنما يكون بسماعهم من رسول الله أو من صدق عنه وأما كون ذلك إنسيا أو جنيا فلم يرد فيه دليل قاطع وظاهر القرآن مع ما قاله الضحاك والأكثرون على خلافه والتحقيق ذلك مما لا فائدة فيه ولا يترتب عليه شيء غير أننا نقطع بأنهم سمعوا ببعثة رسل الإنس بقوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وظاهر هذا أنهم كانوا مؤمنين بشريعة موسى والظاهر أن الشياطين الذين سخرهم الله لسليمان كانوا يأتمرون في الشرائع بقوله وهو من أنبياء بني إسرائيل ولكن هل كان له شرع مستقل أو على شرع موسى رأيت بعض الناس توقف في ذلك وقد عده الله مع الرسل في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين الآية هذا كلام السبكي وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال ليس كل الجن مسخرا له كما تسمعون ومن الجن من يعمل بين يديه انتهى